برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة وحرم صاحب السمو حاكم الشرقة سمو شيخ جواهر بن محمد القاسمي رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين نظمت ناشئة الشرقة وسجايا فتيات الشرقة التابعتان لمؤسسة ربع قرن جلسة لاختيار رئيس شورى شباب الشرقة ونائبه وأمين السر العام للدورة السابعة في أجواء تفاعلية رائعة عقدت ناشئة الشرقة وسجايا فتيات الشرقة جلسة خاصة لاختيار رئيس شورى شباب الشرقة ونائبه وأمين السر العام للدورة السابعة تخلل الجلسة عرض فيلم وثائقي عن مشاركة أعضاء شورى شباب الشرقة في ملتقى البرلمانيين الشبابي الذي أقيم مؤخرا تمهيدا لهذه الجلسة لتعزيز التعارف بين الأعضاء الجدد للشورى اختيار الرئيس يكون على مبدأ التصويت الحر النازية الانتخابي ما بين أعضاء المجلس الثمانين ذكر والإناث مهام الرئيس يشغل رئيس منصب شورى الشباب مهمة إدارة جلسات المجلس وإدارة الجلسات الحوارية التنسيق مع المسؤولين التنسيق بين الأعضاء في اختيار المحاور تواصل مع كبار الشخصيات ترأس الوفد الزائر للمسؤولين في الزيارات الميدانية الجلسة التي عقدت تحت شعار خدمة المجتمع قيادة جاءت لاستكمال الشكل القانوني للمجلس في دورته السابعة والتي أتاحت الفرصة للمرشحين للتحدث عن أنفسهم بواقع دقيقة لكل مرشح بالشكل الذي يعبر عن مدى قدرتهم على إيجادة فنون الحوار هذه بداية مسيرة برلمانية جدا مشرفة بالنسبة لنا نحن حاليا كشباب هذه فرصة جدا جميلة ونفخر لنا أننا خذنا هذه الفرصة فنحن لازم نستثمر هذه الفرصة إن شاء الله لأن هذه مو موجودة في الدول الأخرى التصويت أسفر في نهاية الجلسة عن فوز خديجة أحمد الخالدي بمنصب الرئيس فيما فاز محمد سعيد المزروع بمنصب نائب الرئيس أما منصب أمين السر العام فقد فاز به كل من حسين عبدالله البناي وجميل حسن الزعابي مؤكدين أنهم سوف يكونوا على قدر المسؤولية التي ألقيت على عاتقهم ملتزمين بطرح القضايا والتحديات التي تواجه الشباب وإيجاد حلول لها مع المسؤولين وأصحاب القرار شورى شباب الشارقة تجربة برلمانية فريدة تعزز مشاركة جيل المستقبل في مسيرة البناء والتنمية والتقدم لأخبار الدار فايزة الضنحاني